السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو كل حبايبي حبايب قناة بومبوني كروشي منورني كل سنة مضو طيبين عيد سعيد عليكو يا رب يا رب ما نشوفش حاجة وحشة فحد ابدا ربنا يشفي كل مريض ويزيح الغمة دي عننا وترجح حياتنا هادية زي الاول بدون امراض بدون وباء ربنا يشفي كل مريض ويعفينا ويحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا ويرحم اموتنا يا جماعة من فضلكو اتخذوا كل اجراءات الوقاية والحماية المسكات البسوها ولبسوها لأولادكو لو مضطرين تنزلوا بلاش تنزلوا كتير انا عارفة طبعا ان في ناس مضطرة تنزل ربنا يكون فعونها بس امنوا نفسكو على قد ما تقدروا ربنا يحفظكو ويحميكو نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف شنطتنا وصلت لايه مين معايا كمل الشنطة ومين لسه مين وصل لنصها زي ما احنا وصلنا هنشوف ده المفروض هيبقى شكل الرسمة بعد ما تخلص شكل البطرون بتاعنا بعد ما يخلص هيبقى بالشكل ده هو انا عشان وصلت لنص الرسمة فضمتهم لاتنين على بعد عشان يبقى شكل البطرون هيكون ازاي دي الشنطة معانا وصلنا فيها لحد نص البطرون نص الرسمة بتاعتنا دي اللي هي المفروض ستة وعشرين سطر احنا وصلنا على نص الرسمة هنكمل بقية الرسمة زي معرفنا ازاي بنقرأ البطرون ازاي بنمشي واحدة واحدة مع الغرز عدد كل مربع بغرزة بنفس لونها بالالوان اللي انت مختراها دول تلات الوان اي تلات الوان انت مختراهم بس تلتزمي بان اللون الارضية هو لون واحد ما تلخبطيش في النص اللون الغامق اللون واحد انت محدداه احمر مثلا ازرق يبقى هو على طول اللي يمشي نفس اللون واللون الفاتح ده لون تالت فبتلتزمي بعدد كل غرزة بلونها هتطلعي الرسمة هيبقى شكلها حلو ومظبوطة ان شاء الله هنخلص شنطتنا على كده انا حبيت في الفيديو ده اوريكو احنا وصلنا لفين شكل الشغل عامل ازاي علشان البنات اللي لسه بتسأل ولسه ما بدأوش فيها نشجعهم يبتدوا ويشتغلوا الباترون هيبقى جميل يا بنات جدا جدا بازن الله بعد ما اتخلصي الباترون ده اللي هو 26 سطر هنعمل ايه ممكن تبدأيه تاني بس مش هتخلصيه الاخر هتوصلي لحد ونصف وهتوقفي لان الشنطة هتكون كملة مش عايزة تعملي جزء تاني من الباترون ممكن تكملي سادة لون من الوان الشنطة لون الارضية مثلا كملي سادة ممكن فكرة تانية تعمليها مقلمة كل سطر لون سطرين من لون الاساسي وسطر كحلي مثلا سطرين من اللون الاساسي وسطر لبني في افكار كتير انتي وزوئك وحسب ما انتي شايفة تحبيها ازاي هنكمل الشنطة على كده لحد طول 27 سنتيه تمام انا عايزة هنعملها 30 سنتي انا عايزة عند السبعة وعشرين هيبقى فاضلي 3 سنتي تقريبا باربع سطور هنعمل فتحات الشنطة وبعدين نكمل فوقها سطرين 3 لون تاني فالشغال معايا ومكمل معايا الشنطة يشتغل زي ما احنا عارفين وزي ما قولنا على البطرون واحدة واحدة تستعجليش اشتغلي بتركيز واشتغلي شغل يرضيكي لو حستي ان في حاجة مش مظبوطة او مش عجباكي فكيها وعديها تاني تزهقيش ما تمليش منها اهم حاجة ان في الاخر تلاقي الشنطة شكلها يرضيكي ويفرحك ما نبقاش فيها غلطة تقولي يا ريتني كنت فكتها وانا لسه عندها تحت لأ فكي اول بول اللي ما يعجبكيش وعدي من تاني علشان الشغل يطلع شكله حلو هنكمل الشنطة كده دول تقريبا 14 سنطة عملوا 14 سطر وصلوا معايا ل10 سنطة هنكمل بقية البطرون هنكمل بعد البطرون بالافكار زي ما قلتلك تكملي البطرون تعيدي تاني تعمليها سادة تعمليها مخططة زي ما انت عايزة كل واحدة بافكارها بقى تبدع فيها دي هنوصل بالشغل لحد 27 سنتي كملي الطول لحد 27 سنتي تقفي لحد ما نيجي نعمل فيديو للفتحات بتاعت الشنطة علشان نقفلها مع بعض ونعمل كمان سطر النهاية بغرزة الحشو المعكوسة علشان نديها شكل برواز تجنيلي في الآخر تبقى شكلها حيوه ونجي نعمل طبعا فيديو للشراشيب والحبل ودراع الشنطة مهم جدا هنعمله كذا فكرة ان شاء الله بإذن الله هنخلصها ونكملها ونيجي تاني نشوف الفتحات الشنطة هنعملها ازاي بس مش دلوقتي طبعا لان هي هتاخد وقت معايا كمان انا بعمل شنطة تانية ورشة تانية للحابب يتابعها هتتابعوني فيها بإذن الله شنطة عجبتكم من اللي انا عاملاها قبل كده وكتير طلبوها مني الحقيقة نالت اعجاب الكتير منكم فانا قررت ان اعمل لها فيديو هنزلوا قريب بإذن الله بس هنزلوا كامل الفيديو كامل على جزئين او تلاتة وان شاء الله تعجبكم رجاء بقى يا جماعة اللي مش مشترك معايا يشترك اللي مشترك معايا يعمل لي لايك يعمل لي تعليق اي سؤال عايز يسأله يبقى في التعليقات عايزين نحرك الدنيا شوية شيروا لينكات الفيديوهات دي على صفحاتكو اللي عايز يتعلم ومش وصلي او ما يعرفنيش او انا مش عارفة وصله في جروبات انا مش فيها يقدر يجي ويوصل لنا انشروها انشرو العلم زي ما انتوا استفدتوا غيركم يستفيد وربنا يوفقكم وربنا معانا جميعا يا رب بإذن الله اشوفكم بعد ما نخلص الشنطة ونيجي عشان نعمل فتحات الشنطة فتحات بتاعت الحبل والشرشيب اشوفكم على خير بإذن الله مع السلام